بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف هذا الحديث العظيم الحقيقي يبين كيفية معرفة الناس وكيفية التعامل معهم الحقيقة بعض الناس سبحان الله ربنا خلق الناس مثلما خلق المعادن في معادن نفيسة في معادن رضيئة وخسيسة وضعيفة ترى إنسان معين منظر جميل كلام حلو ولكن ترى الخصة والندالة والحقارة في كل سلوكيات وتعاملات وربنا خلقوا كده بعض الناس لا تتعب نفسك كثيرا الحقيقة ولذلك النبي حصر يوصينا يقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير يعني سنتخير الصحبة الجميلة والحالة لما إنسان يظهر منه سلوكيات مرة واثنين وثلاثة فيها خسة وفيها ندارة يدل على رضاءة معدنه وقال صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه الفقه والعلم والتقوى والورع والمساجد وصحبة الصالحين بترفع مستوى الإنسان ولكن برضو المعادن في الآخر برضو الناس معادن يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف من المعادن الراقية جدا جدا والمعادن النادرة لما هاجر من مكة إلى المدينة والكفار أخذوا كل أمواله وكان تاجرا سريا نزل في ضيافة أحد الأنصار ماذا قال له قال له لي دارين يعني عندي بيتين لك دار ولي دار ولي غيطين يعني كان من أهل الزراع يعني فلك غيط ولي غيط شوف الكرم يعني بيقسم مع نص مال وشوف المعادن الراقية جدا سبحان الله ولي زوجتين اختر إحدهما إن شئت طلقتها وزوجتك إياها سبحان الله شوف المعادن العالية جدا ماذا قال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له بارك لك في أهلك ومالك لا أريد شيئا أبدا فقط أريد شيئا واحدا دلني على السوق شوف المعادن نفيسة ولما نزل سيدنا عبد الرحمن بن عوف في السوق تهافت عليه التجار اللي كان معروف بالأمانة والصمعة والصدق والمروءة والشطارة والرقي حتى بسم الله من شاء الله في وقت قليل جدا أصبح سريا دي معادن راقية جدا لابد الإنسان يتعرف على الناس ولا تتألم كثيرا من تصرفات الناس وربنا خلقوا بهذا المعادن الرضيء فلا تتعب نفسك معه وكون حريصا على أن تصاحب المعادن الراقية التقية وقال الله صلى الله عليه وسلم خيارون في الجاهلية عن قبل الإسلام خيارون في الإسلام إذا فقه وتعلم أن العلم والفقه واحدة من أهم الوسائل الفعالة لارتقاب على الإنسان الأخلاقيات يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعشت لأتم مكانم الإخلاق لما يكون الإنسان معادنه جيد ويتعرف على الله عز وجل ويتعلم ويتفقه في الدين ويصبح صالحا دي بقى المعدن النفيس الراقي المتميز العظيم جدا اللي تستطيع أن تزداد به والإنسان يكون حريصا على الصحبة الصالحة لأنها سوف تزيده إيمانا وورعا وسوف تقربه من الله سبحانه وتعالى ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها إختلف وما تناكر منها إختلف أحيانا حقيق itu حقيقا سوف تظلم ينظر في الناس كده يقولك ده إنسان صالح وده إنسان طالح وده إنسان متميز وده إنسان سيء سبحانه وتعالى بالنظر يقوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعرف هنا ما اختلف يعني لما تحس كده ان فيه تآلف وفيه وده كده الى شخص معين في وجه الصلاح يبقى دليل على صلاحه وما تنكر ما اختلف وحيرا بتحس ان الناس كده سبحان الله من منظرها كده بتشمئز منها وتنكمش طبعا انت صادق طبعا في هذا الشعور وهذا الاحساس والانسان برضو يجرب نفسه لعله يكون سيئا لما تلاقي انسان صالح وانت متنافر منه يبقى رجع حساباتك بعض الناس اللي عندها فترة جيدة جدا لما يلاقوه مش متوافق مع اهل الصلاح بيرجع حساباته لعله يكون مخطئ الانسان كلما كان قريبا الله عز وجل وكلما كان صالحا فالناس يتآلف اليه مثل الحديث اللي ورد عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احبه في الان فايحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء يا اهل السماء الملعكة يعني ان الله يحبه في الان فايحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض الانسان الصالح اللي بيحبه الله عز وجل له القبول في الارض يعني الناس تقبل عليه بالحب والود وترى الامان يشوعه كده من وجهه فيكون الانسان محمودا ويكون الانسان يستريح اليه الناس قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم مراعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون